السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد يعني في هاد درس ديال اليوم اللي غاد نوضع لكم فيه ملاقية ملاقية سهلة وبسيطة كيف موعدتكم انا نجيب لكم ملاقية تليكونوا جديد فهاد ملاقية هادي جديدة وتتشبه الواحد شكل يعني واحد نوع من انواع سفيفة اللي تنستخدمها في العمارة فأول حاجة تنذيروه هي الحبكة تنحبكوه يعني بشكل عادي فهنانا غاد نستمر بالخدمة حتى نوصل للنهاية اهم حاجة في هاد الملاقية انها تتخدم على جوجة الوجوه يعني تتخدم في الجهة الامامية وكذلك فاشتنقلبوا التوب كذلك تيكون هادك بوجهة يعني على جوجة الوجوه يعني الوجه الامامي والوجه الخلفي هو الوجه الامامي امو يمغى تفهموا معايا دروينا دي اللي قلت لكم في النهاية ديالفيديو ايبال لكم باللي راه على جوجة الوجوه بشكل بسيط جدا وانتو ما غادين تختاروا بطبيعة الحال الشكل اللي عجبكم فهنا غادين نكملوا الحبكة يعني بشكل عادي جدا تنضربوا ضربة في التوب وضربة في الواسط دائما هنا قلت نخليو الخيط يعني تيكون في الجيهة الامامية وفش تنبغوا نديرو الحبكة قلت نرجعو الخيط للجيهة الخلفية يعني الجيهة اللي احنا فيها فدائما تنضرب هنا في التوب لاحظوا معايا اتجاه ديالخيط يعني هاد الحبكة كاملة هي فقط كتعتمد على الخيط فين كين يعني فقط ركزوا غير على الخيط وحاولوا فاش تكونوا كتخدموا في الحبكة تديروهم يعني عبار واحد يعني ما تكونش حبكة كبيرة وحبكة صغيرة لان من بعد غنحتاجوا لهم فهنا نكملت يعني انتو ما غا تخدموا على حساب طول كامل اللي عندكم ديال جيهة حتى توصلوا للنهاية وغادين رجعوا بطبيعة الحال البداية وغن تبطوا الخيط وغادين جي الحبكة اللي حداها وهنا غادين وضع حبكة اخرى بهتشكل هذا اول حاجة تنديرو هي غريزة وترجعوا في هذك المنطقة لاحظوا معي مزيال الخيط الاتجاه ديال الخيط هذي الحبكة هي هذي يعني ببساطة هي سهلة بزاف ومن يعني اول دروس اللي خاسنا نتعلموليهم هي الحبكة فهنا غادين خلي حبكة اللولة وغادين جي الحبكة التانية هذا هو يعني هنا بش غادين تعطينا وحد شكل رائع في النهاية غادين بلكم ونعلاش خليت حبكة وخدمت في الحبكة اللي حداها فهنا غادين جي الحبكة اللي حداها يعني اللي قريبها لها وغادين خدم عليها حبكة اخرى يعني مرة تنجي في اللي حداها ومرة تنجي في اللي بعيدة عليها فترجع فيها ديما وتنخدم عليها بهتشكل هذا وتنخلي هنا يا حبكة انا غنخلي وحدة وغادين جي التانية فهذه الطريقة ديالة هنا نعلش قلت لكم خدموها يعني تكون مقادة الحبكة غادة في نفس العبار هنا تنجي الحبكة اللي قريبها لها يعني اقرب وحدة لهذه الحبكة اللي كبيرة اللي احنا وضعناها وضعناها تنخدم عليها هذه الحبكة الصغيرة احنا نسميها حبكة كبيرة وحبكة صغيرة وش نبقى معاقلين عليها فديما تنخلي حبكة وحدة وتنجيل تانية هالطريقة هذي مهمة بزاف لانا يلغدة تعطينا هذك الشكل النهائي اللي غادين تشوفوه معايا فغادين نرجع فيها يعني نخدمها هنا غادين نكمل بنفس الطريقة حتى نوصل للنهاية سواء كنتوا هل تلاقيوا غير الجناب ديال الجلابة او كنتوا هل تلاقيوا فاش نخدموه نصف طوق تنبغيوه نلاقيوا بشي ملاقي ليتكون صغيرة تنخدموه بجهة الامامية ديال الجلابة فهد الخدمة هذي تتصلح يعني نخدموها حدا نصف طوق وكذلك نخدموها في الجوانب فاشتنبغوا نجمعوا يعني الأكمام والأكتاف مع بعضياتهم وتنجمعوا الجوانب دي الجلابة فتم ينخدموا بهالطريقة هذي غير هو حاولوا أن الحبكات يكونوا قراب يكونوا يعني متساويين يكونوا في نفس العبار فأنا هنا كملت وخدمت نفس الخدمة في الجهة الأخرى يعني نفس الطريقة ونفس العمل خدمته في الجواه بجوج الآن غادي ناخد لون آخر هنا يعني الحبكة خدموها في نفس اللون دي الجلابة واللون اللي غادي يعني تزوقوا به الخدمة مثلا هو هذا نقدروا نحن نعتبروا هو هذا دوغر ألوان عشوائيين نختاريتهم بشكل عشوائي فالآن غادي نتحييدوا الفنيت هنا ما نقوش خدامين بالفنيت غا نحييدوهم الفنيت اللي كانوا شادي اللي نتوب تنحييدوهم وتنجيبوا الخدمة بهذا الشكل تلاقيوا هذوك الجوانب بجوج وغادي نخدمو لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نخدم في هذيك الحبكة الصغيرة الآن غادي من بعد ما تبطت الخيط ديالي غادي نرجع في هذيك الحبكة الصغيرة وتلوي الخيط بهذا الشكل هذا لاحظوا معايا هنا هذي اللوية اللولة وهنا غادي نجيل هذ يعني هنا في نخلينا حبكة وجينا الثانية فتنجمع ما بينات هذيك جوج الخيوطة بجوج هذي الطريقة بشغلها قوي يعني الجوانب ديال الجلابة كيف ما اللي عدنا بهالطريقة تنجمع ما بين هذيك الحبكة اللي حبكناها في الجهة العلوية واللي في الجهة السوكلية هنا أنا غادي نخدم ربعة يعني تقدرو تخدمو حتى خمسة ماشي إشكال ما تنسوش أنا كل وحدة والعبار ديالها ديال خدمتها فأنا هنا هذي الخيط هذي 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 اللون الوردي هذي هذي هو مبروم على ربعة شعرات والحبكة مبروم على ثلاثة شعرات تقدرو تستخدمو كل شي على ربعة شعرات أما إلا كنتو بغيتو تخدمو بحالي يعني تديرو الحبكة على ثلاثة ديرو هذ اللون اللي غادي يعني تديرو به هذي شكل خدوه على ربعة يعني ضروري هذي يكون على ربعة فالآن أنا دائما ترجع في هذي الفراغ كما قدت لكم هذي 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 الحبكة الكبيرة كيف ما سميناها من قبل هذي الحبكة الكبيرة هذي غادي نخدم عليها أربعة ولبغينا يعني نزيدو نزاحموها وحد شويا نقدرو الخدمو خمسة يعني مشي إشكال كلها وحدة وليدها في الخدمة فهنا أنا من بعد ما خدمت أربعة ودائما نزايرو الخدمة يعني هذي الراندة تبغيت تزيار بزيف مش خليوش خدمة مرخوفة لأنه أصلا من اللي تنصبنه يعني الخدمة من اللي تتصبن مرة جوج 3 قرأها أصلا كالترخاء فمن الأفضل أن نحنا نزايرو الخدمة مزيان باش مع السابون واذيك شي ما تترخيش بالزير أما اللي تتخدم الخدمة مرخية من اللول ربما نبعد مع السابون وصراحة ما كيبقى فيها عشان قوليكم وصراحة يعني تقولي الشكل ديالها سيئ جدا وذيقدر قاعد الحريري تشنتف مو محاولوا أنكم تزيروا الخدمة مزيان واللي بغا تقعد زيد تزيرها أكتر اللي يعني اللي البرامة تتبتش ليها في ليدها تستعمل ليقات هذي ناصيحة من عندي تستعملوا ليقات ولكن ما تاخدوش ليقات ديال التوب خدوا الليقات ديال الجلد اللي تيتباعوا في الصيدلية هذو كل الليقات هذو كراهم مزيانين وتيخليوا الإبرة ما تبقاش تمشي و تجيلك ما بين يديك خصوصا اللي اللي ديهم رطبين بزيف فأراتي البراتة تبقى تمشي و تجيلك ما بين يديك وما تتعطكش الخدمة أنا فش تنكون خدامة جلابار تنخدم بالليقات ما تنخدمش بلا ليقات أصلا ولفتهم يعني ما تنقدرش نخدم بلا بيهم الآن مع التصوير وذلك الشي خدمت بلا ليقات لأن هذا غير مجرد توب عادية كان عندي و بغيت نوريكم في هذ الملاقيق فهذه ناصيحة من عندي يعني اللي بغيت تدير بيها تدير بيها و اللي ما بنت لها ما مخدامش فاهمش يموش كين كل واحد و الطريقة دياله في الخدمة كيلي تتبغي تخدم يعني عادي كيلي كتبغيت مو مناصيحة من عندي لو بغيتوا تزيروا الخدمة مزيان ستعملوا اللي قات القفازيت بالعربية الفصحة فهنا كيما قلت لكم حنا سالينا يعني الخدمة ديالنا بشكل عادي جدا لاحظوا معي مزيان أن هذا هو الوجه الأمامي ديال الجلابة فالآن أنا غدي نحاول نجبدو حد شوية يعني الخدمة غير نجرواها مشتبان وصافي فهذا هو الوجه الأمامي اللي بغيت هذ الوجه تخدم بهالطريقة على الوجه لاحظوا معي الجهة السفلية كيفية الجاس أما اللي بغيت تعطيها هاد الجهة يعني هاد الخدمة هاد الجهة هي الأمامية فلاحظوا معي مزيان الحبكة حبكوها على الجهة الأمامية يعني ديال وجه ديال التوب الوجه ذيال التوب هو اللي وضعو علي الحبكة عادي كيفما لاحظتوا معي في البداية ديالفيديو ولكن لي بغيت هاد الخدمة هاد تخدمها بهالطريقة فمن بعد ما اللي تساليه الحبكة الحبكة خدمتيها على الوجه ديال التوب ترجعي هاد الخدمة هاد اللي غدا نخدموها بهاللون الورضي أنخدموها بالمقلوب يعني هنا قلبنا التوب كيفما تلاحظوا معيها تدهار ديال التوب هو هذا من اللي قلبت التوب غادي نخدم نفس الطريقة اللي خدمت بها ولكن هنا رأى فشتا نقلبه التوب هو وجهه يعني هو الوجه كما قلت لكم هذه الخدمة تخدم على جوجة الوجوه يعني اللي بغيت هذك الوجه اللي أول تخدم بالطريقة الأولى اللي كيف ما شفتوا معايا في البداية تخدم كل شي يعني الخدمة كاملة الحبكة والخدمة اللي خدمناها بهذا اللون هذا تخدم على الوجه دي التوب أما اللي بغيت تعطيها هذ الشكل هذا التاني فتخدم الحبكة على الوجه دي التوب أما هذ هذ خدمة هذي تخدمها على الظهر دي التوب يعني بالمقلوب يعني قلبوا التوب وخدموا عليه كيف ما وضعت يعني ركزوا معايا مزيان وتنسوا الشر القادية ضرورية ومهمة الحبكة خدموها على الوجه دي التوب يعني سواء عجبكم شكل الأول أو عجبكم شكل تاني خدموا الحبكة على الوجه دي التوب كيف ما كتلاحظوا هنا الحبكة راتتبعا مقلوبة يعني را لا قدرتوا هاد الحبكة بهالطريقة علو جهره ما غيرجي جزوينة من الافضل انكم تخدموا الحبكة يعني علو جه دي التوب وما تبقى يتخدم بهالشكل هادق كيف ما قلت لكم فهنا استمروا بشكل عادي حتى نوصلوا يعني لنهاية فهد الحبكة الصغيرة تنوضعوا يعني وحدة وفي الحبكة الكبيرة تنوضعوا 4 وممكن توضعوا حتى 5 ماشي مشكيل كله وحده والاختيارات دياله فهنا نكملت لاحظوا دائما ان التوب راه مقلوب يشوفوا معايا مزيان كيفاش غادين حل يعني هادتوب وغادين وريكم هادا راهواء الظهر يعني هادجي هاديرا ما تجيش بين هاديرا غادجي على الحويش الان هادا هو الوجه الامام يعني هادا هو اللي غاديبان هادا هو اللي فاش غا تلبسو جلابا هادشي هو اللي غاديبان لاحظوا معايا مزيان شكل ديالها تيجي بحل صفيفة من اللي تتخدم بالمقلوب تيولي شكل ديالها بحل صفيفة بهذا الشكل هادا تتجيه صراحة رائعة وكما قلت لكم رات تتخدم على جوجة الوجوه يعني كل وحدة فيكم تختار اللي بغا تتخدم بالطريقة الاولى تخدم بيها ولي بغا تتخدم بالطريقة التانية تخدم بيها كيف ما كتشوفوا معايا الان في الصورة المهم اللي اعجبها الفيديو قد تبارتاجيه والدعمنا بالضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو ولما مشتاركاش في القناة تشترك في القناة بطبيعة الحالي لعجباتها وشكرا على المتابعة